في قوة وفي أجهزة وفي ناس وفي تنظيمات مش عايزين الرئيس السيسي ليه؟ لأنه الرجل بيمثل بوجوده بفكره جلطة الرئيس السيسي جلطة في شريان الفساد جلطة في شريان الإرهاب جلطة في شريان الإهمال جلطة في شريان التسيب لذلك آه يا رئيس آه لكن المصري الأصيل المواطن المصري المصريين يا رئيس كل المصريين كل المصريين باختلاف مستوى رضاقهم باختلاف مستوى تعليمهم بيحبوا مصر واللي بيحب مصر بجد بإخلاص هيفرح لللي بيحصل في أرض مصر هيفرح من قلبه لللي بينجز على أرض مصر هيفرح من قلبه لكل كلمة بتتقال حلوة عن مصر لكن اللي بيكره مصر أبداً مش هيسعده لوجود الإنجازات ولوجود صاحب الإنجازات بقول تاني إحنا في معركة وعي إحنا في معركة وعي انتو عارفين يا مصريين اللي حصل اللي حصل بسيط جداً انه في وقت نجاح الدولة المصرية في تشييد هذه الإنجازات اللي شوفناً برح في إسكندرية إنجاز ما بعده إنجاز إنجاز ما بعده إنجاز أعي ما أقول تغيير شكل ووجه الإسكندرية بهذه السرعة بهذه الدقة في هذا التوقيت إنجاز ما بعده إنجاز لذلك يسيء هؤلاء يسيء هؤلاء أن يروا هذه الصورة بالتالي يبدأوا في الهجوم على رأس النظام على الرئيس يبدأوا يهجموا في كل شيء جميل يبحث عن أي شائعة